هذا وأكد الرئيس السيسي أن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساوى واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيدولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل وأضاف الرئيس السيسي أن المحور الثالث من المقربة الشاملة للقضايا ذات الأولوية يتضمن الأمن القومي العربي ثانياً إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساوى واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيدولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركاز مؤسساتها الدستورية وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية لتطلع بمهمها في إرساء دعاء من حكم الرشيد وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون ومواجهة القوة الخارجة عنه وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية وتمكن المرأة والشباب وتتعيم دور المجتمع المدني كشريك في عمرية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد فضلاً عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورفع عجلة استثمار وتوفير فرص العمل وصولاً إلى التنمية المستدامة تلبية لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز ثالثاً يتعلق هذا المحور بالأمن القوم العربي والذي أؤكد على أنه كل لا يتجزأ وأن ما يتوفر لدى الدول العربية من القدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعالم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتاج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أساحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الزرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومة عدم الانتشار وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة لأمن الإقليمي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة